غزة تبدو وكأنها مرغم كل العنف الذي مارسه نيتنياهو ضدها تبدو وكأنها هي التي ستسطر نهايته وستكون نهاية مريعة الآن هو متهم بأنه يتجاوز الإجراءات الأمنية وفي زمن الحرب تجاوز الإجراءات الأمنية جريمة فضيعة في كل الدول لا أعرف حال إسرائيل يعني صحيح بالفعل وخاصة أني بلقت تتضح الصورة حسب متابعتنا للأخبار العاجلة يعني بأن الأمر مرتبط بصفقة الأسرة في قطاع غزة ومرتبطة بتسريب بعض البلود التي كانت أعتقد من وجهة نظرين حتى هذه اللحظة لم يشير صراحة لكن هو قال أن هذه الأمور مرتبطة بموضوع الأسرة فيمكن أن تكون مرتبطة بالمفاوضات التي تجرى في الدوحة حول أمور ما لا علاقة بالمدة الهدنة يا أستاذ أحمد الذي سرب هذه يسرب تلك نحن لم نخطئ دعني أقول لك أنه مدام التسريب حصل يبقى كل شيء وارد صحيح صحيح لذلك أنا أعتقد أن الأمر سيكون له تدعياته الكثيرة يضاف إلى ملف جديد لقضية جديدة لنتانياهما بعد وقف الحرب يعني نتانياه أصبح أمامه عدة اتهامات اتهامات خاصة بالفساد موجودة معاه بقاله فترة طويلة خاصة بالداخل دولة الاحتلال لكن 7 أكتوبر ستفتح أمامها جهات التحقيق ستقولوا هناك اتهامات اتجاهه هناك اتهامات أيضا لا علاقة بالتسريب وفي وضع الحرب إذا ما حدث تفضلت يمكن أن يؤثر فنتانياهو مستقبله أصبح مؤكد كل يوم أصبح مؤكد ده على مستوى الداخل دولة الاحتلال اللي كان على مستوى الخارج محكمة العدل والجنائية ده أمر آخر يعني أصبح نتانياهو متهم أمام الجميع لكن دعني أذكر المشاهد الكريم بالفكرة التي طرحتها على حائط الفيديو قبل لحظات طالما الاشتباك قائم سينجو مؤقتا على الأقل صحيح يعني هو جزء من أمد الحرب وهذا التكتيك المتبع من قبل نتانياهو دولة الاحتلال هو محاولة إنقاذ نفسه يعني جزء من الرؤية الاستراتيجية التي لم يعلن عنها نتانياه لا علاقة عندما يتحدث أن الهدف الاستراتيجي هو الإفراج عن الأسرة هو حماس وحزب الله هي قدرات العسكرية كل دي أمور بيعلنها استراتيجية لكن هو لم يعلن نقطة واحدة هو بقاء نتانياهو خارج السجن دي ما قالهاش على رأي العام دي يحتفظ بها لنفسه وهو يضع الاستراتيجية العسكرية لدولة الاحتلال والتكتيكات التي تؤدي لمزيد من الإبادة والضمار سواء في كتعة غزة أو في لبنان هو جزء نقطة رئيسية من استمرار الأمر وعدم الوصول أو القبول بالعديد من المبادرات المبادرة المصرية الأخيرة التي رفضها المبادرة القطرية والتي لم يتجاوب معها الأخيرة المبادرات الستة أو الجوالات الستة في التفاوض التي أعاقها نتانياهو شخصياً برفضه برغم من موافقة بعض الوفود التي أرسلها نتانياهو للجلوس لهذه التفاوضات بما فيها موضوع لبنان وكأنك تميل إلى أن نتانياهو سيغطي بمزيد من التصعيد بمزيد من البارود على هذه الفضيحة الجديدة صحيح إلا إذا وصل الأمر عسكرياً لينقلب الآية علي يعني أن يترجم المقاومة لمزيد تصاعد عدد المقاومة في سقوط عديد من القتلى الإسرائيليين في غزة وفي جلوب لبنان هو العنصر الذي يمكن أن يغير المعادلة لكن أنا متوقع أن يقوم اليوم هو يوماً دامي في الضحية أيوة وغداً يوماً دامي أيضاً في الضحية وفي لبنان بتوسيع الحرب ونقرع ليلة سوداء على يعني من قدر الله على غزة وعلى لبنان لمحاولة للنقل أو لفت الانتباه للإعلام الداخلي والرأي العامي الداخلي أو المحاولة للبحث عن هدف جديد يحقق إنجاز يغطي على إنجازه هذه نقطة تستحق أن تأملها الهدف موجود الأمين العام الجديد صحيح